موسيقى مشاهدين مريم تيجي أسعد الله وقتكن كل إنسان له حق بالحياة الكريمة وكرامة الإنسان فوق كل أعتبار أساس المساوات بالحقوق بين المرأة والرجل هي العدالة الحرية، تحرر من الخوف، الغبن، الحاجة وحفظ الكرامات حق السكن اللائق سواء للمرأة أو الرجل هو أحد الحقوق يلي صنطها شرعة حقوق الإنسان شو دورة دولة لحماية حق السكن والتملك والإيجار للمرأة ليكون عندها محل يليق فيها بغياب الزوج أو الأب هو موضوع حلقتنا لليوم من سلسلة 16 days to orange the world مين بيضع السياسات الضامنة لهالحقوق ومين المسؤول في حال الانتهاكات للإجابة على الأسئلة وغيرها بيصرنا نستقبل ببنامج المرأة اليوم المحامي الأستاذ أديب ذخور رئيس تجمع المحاميين للطعن وتعديل أنون الإجارات أهلا وسهلا فيك أستاذ أديب أهلا وسهلا فيك أستاذي مونة حضرتك ضليع بأمور الإجارات وحامل رية المستأجرين ومشاكل المهل وتعديل أنون الإجارات والسبحة بتجر خبرنا شو المشكلة؟ هلأ انطلاقاً مثل ما تفضلت وقلت من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بـ 25 تشرين الثاني لـ 10 قنون الأول يلي كمان بتختموه باليوم العالمي لحقوق الإنسان نسبت هلأ رح نبلش نتطرق لهذا الموضوع من النظرة الدولية لأن خاصة مؤدمة الدستور اللبناني إجت لحتى تأكد على دور لبنان كعامل ومؤسس لمنظمة الأمم المتحدة وبتلتزم بمواسيئة من الإعلام والشرق بسياغتها شالمالك يعني نحن أسسنا شاركنا بتأسيسها لمنظمة الأمم المتحدة وعاملين فيها عاملين فعالين نحن رح نشوف أنه هالحق السكن كيف بينظر له هالشرع العالمي والاتفاقية الدولية باختصار لأنه الوقت محدد عندكم أكيد أنه 25 ديئة بقى رح نضو على الضو سريع على كل هالنقاط لنقدر يعني نضطر على كل هالأمور بشكل إجاز ونعطي فكرة عنها منلاقي مثلاً الإعلان العالمي لحول إنسان المادي 25 منه يلي أوجبت المحافظة على حق السكن وأنتي كمان حادقتي قبل شوية قلتي ليه إنه مش بس حق السكن من حق السكن اللائق أكيد يعني مش إنه يعني سوري بالتعبير تخشيبة نقعد الأم والزوجة اللي هي لنفس الوقت بيكون زوجة أو أخت أو أم بمطرح غير لائق إنسانياً بكرامتها الإنسانية طبيعياً وبحق الطبيعي أن يكون عندها مطرح لائق تنام فيه وتسكن فيه وأيضاً إجا من بعدها المادة كمانا 17 من عهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأكد على هذا الموضوع وكذلك الأمر المادة 11 من العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسقفية لأنه فيه عهدين بقى هذا الموضوع كان له حيز كبير فيه وجدين الدول ومنظمة الأمم المتحدة ونحن بتعرف إنه نحن كنا من أساس هذه الشرعة والإعلان اللي بتضمن الإعلان والاتفاقيتين أو العهدين وإجا المؤدمة الدستورية بنيهم وصارت ملزمة يعني صارت بقوة الدستور نحن عم نحكي صرنا عن حقائي دستوريين مسكورين بالدستور بمؤدمة الدستور وكذلك الأمر باتفاقية مناهضة القضاء على جميع أشكال التنييز ضد المرأة هون في المادة 14 أيضا واضحة بهيدا الموضوع يلي ركزت إنه بتكفل الإقامة وحق التمتع بظروف معاشية ملائمة ولاسيما فيما يتعلق بالسكن لأن اليوم أستاذي منا أنت بتقدري يمكن واحد يعيش ميت غدة يمكن العالم عب تعيش على قدة يمكن وقع وحدة بالنهار بس فيك تخلي يقعد بالا سكن يعني بتصير عالطريق بيعامل جرائم نحن بيمكن بيقلك أنا بقعد بقعد ببيتي يمكن خبزة وزيتونة بس ما في نقعد عالطريق وقرشف حالي يا ما في عيال ملايين العالم أو مئات الالاف من العائلات مستورة ونحن بنعرف إنه المعدلات الفقر العالية ببلادنا وفي أوقات هلأ مع هالغلاق المعيشة وغلاق الدولار القزم الاقتصادية والمالية وحجز أموال العالم حجز أموال المدعين أكيد يعني هول أمور والتسكير المن وراء كورونا كمان المؤسسات ما بيشتغلوه مبلش قبل يعني سنة وقبل الكورونا وقبل قبل هيد الأمور عم يعيش المواطن اللبناني كيف مع كل هالأزمان كيف مع كل هالأزمان نهيكة عن انفجار المرفض هيدا راح نتطرق له كمان بيشق لوحده حكيمة نحنا نحنا من هالمنطلق فيه قانونين للأجارات واحد بيعالج موضوع الأجارات القديمة واحد هيدا اللي كان رقمه 162 على 192 خلينا نوضح شيء يعني وقتا منقول الأجار قديم الأجار قديم مش ان يعني صاردوا على ستان أو تلاتة أو عشرة أو خلستاش يعني اللي قبل الشهر سبعة 92 23 سبعة 92 هو اللي بيخضعوا القانون 162 على 92 اللي هو القانون للأجار الستناء يلي اجى هلأ القانون 2017 لحتى يرجع يمددوا 12 سنة للي بيستفيدوا من السدوق هلا بنيجع مجيب سيبطون تسعة سنين للي ما بيستفيدوا من السدوق واللي في لغة بينه وبين القانون الألفين و 14 2014 لأنه عب يقولوا أنه حسبنا نمطر الاجتهادات لجهة المهل يمكن لجهة لجهة المهل لجهة التمديد معروفة صارت واضحة بالأحكام أنه هي من السبعة عش ولكن الزيادات الأحكام ببعض منها عب يصدر بال 2014 قبل ما نروح معك بدك تسمحني بس قبل أنه بنا نميز بين لكن مئة وستين ومئة وتسعة وخمسين لأنون الجديد الذي حرق عقود الإيجار بعد تيتا وعشين سبعة لتنين وتسعين وهي دا يلي صارت متو تت سنين حكما هلا بنرجع بنوضحهم وبنفصل قبل ما نفوت ب يعني إطار الإيجارات فيه لفتني قول لرئيس زولة الإمارات الراحل النهيان نعم شيخ زايد بن سلطان قال لا يحق للمواطن أن يستأجر أول ما قريتها شو كيف واحد ما بيحق له أن يستأجر الجملة اللي كملتها لك ما أحليها لأن السكن حق ليس هبة أو مكرمة يعني كل إنسان إله حق مش بس يستأجر يكون عنده ملك لإله أين نحن من قوانين الإيجارات اللي هلأ بك تخبرنا قديش مشح فيه وشو المشاكل اللي عم بيوجهه المستأجرين أين مصرف الإسكان مؤسسة الإسكان شو عم بيصير خبرنا هوني هوني توضيحها يعني هال المقول اللي تفضلت فيها ما بتختلف يعني هي بتجي بتصب بالاتفاقيات وشرعة حق الإنسان يعني اليوم حق للمواطن أن يكون عنده مسكنلائك بس القبيلة بنا نقول أنه فيه واجب على الدولة كمان تأمله إيه ناها وين الدولة من السياسات الإسكانية هوني لازم يكون فيه سياسة إسكانية سياسة إسكانية يعني هي تكون الدولة أيضا مسؤولة عن المواطنين طبعونا يعني نحن لو ما عملنا هالحركة قدرنا أنه نعدل ونطعن بالأنون ونبين ثغراته كانت تخترب دبيوت العالم شو فيه أكتر يا هيك أبرز الثغرات إذا بس هي كبريفلي تقلنا أنه هلا أنه إحنا أبرزة الأبرزة اللي بتشكل خطر على الإنسان بيتهجيره ظاهرياً هالقانون بيقلك أنه فيه 12 سنة تمديده وتسعة سنين للي ما بيستفيده ولكن ضبنياً فيه مثلاً بيحطلك أنه التعويض بدل ما يكون خمسين بالمئة ما كان كان خمسين بالمئة نزلوا التعويض للعشرين بالمئة مثلاً دا الاستقداد للضرورة للضرورة العقلية بيش بس نزلوا قالوا لك هيدا بيتناقص واحد على تسعة كل سنة يعني الزامريق هلأ ثلاث سنين صرت عندك أنت تقريباً 12 بالمئة من التعويض بيجي بكرة بعد ثلاث أربعة أو خمس سنين بيقلك الملك هيدا التعويض رمزي للي فضل طلعي بدون التعويض بكرة استاذ قديب استاذ قديب بغض النظر عن النسب أنت ذكرت أنه في عنا أزمة مالية واقتصادية وصلنا كيف والدولار تراجعت مش أزمة بس مادام هودا أستاذيزي مش قصة أنه في إفلاس للدولة دولة ما معها مصاري تدفع لمعاشات الموظفين يعني المالك هلأ كتير من مصلحته إذا عنده شوية دولارات يطلع المستأجير ويدفع له قرشين على اللبنانة إذا كلهم معهم يعني إذا معهم هون وإذا معهم إنه في شكوى دايماً بيحطوا الشكوى حسب كيف الموضوع هلأ قلك شغلي نحنا بدنا شيء عادل للطرفين نحنا عم نقول إنه فيه سغرات شطوا روحاتك هالسغرات اللي موجودة متل تناقص التعويض ما فيه يطلع الإنسان برات بايدو بدون ما يكون فيه بديل سكنة تجي لدولة تأمن البديل السكنة وما فيه مانع إنه يدروا العالم أمني له شقة بديلة ليسكن فيها بنفس المكان اللائق يكون فيه وما فيه مانع بس إنه تجي إنت من ميلي تقلي إنه لأ تفضلوا داروا لبرة بها السغرات وما فيه بديل سكنة لا اليوم أنا اليوم هتنازل التعويض بشكل خطر بجيب طلعي يجيب بلاش تاسع سنة وصار مارك 3-4 سنين وإذا أحسبناهم من 14 صار مارك أكتر يعني اليوم نحنا فيه سبق مع الوقت كمان قصة الترميم البناء من الخارج ومن الداخل ها مسؤوليت مين هلأ؟ هلأ هون إذا برات الإشياء الحربية والإنفجارات اللي عبتصير إذا كان اليوم ترميم كل هالبناء عبتم على عاية المستأجرين اللي قاعدين بالبناء وكل اللي بيشغله الشقة إذا كان في مالك ومستأجر تتقسم على كل البناء وفي نسبة بسيطة على المالك صار هيدا حسب أي أنون أجار؟ لجديد أو الممدد لأن الأديم على المالك الأديم على المالك الأديم فيه تقصيم الإصلاحات الداخلية على المستأجر والكبرى على المالك اليوم الأبوة صارت كلها والمالك بتحمل شي جزء جدا ليسكن نحنا اللي عم نقوله أنت اليوم هالعيلة المستورة الفقيرة أو المتوسطة اللي مش قادر تدفعها الأجر وعبتلها تستفيد من السندوق تيجي بتقلها عمري كل البنية ورميمية بتكلف بألف الدولارين يعني حكماً إذا ما دفع هيد تطرد أو بتصير على الطريق خلينا نعكس هيدا على الوضع الحالي سالفي إفجار مرفق بنعرف الحروب يمكن الدولة بتعود هلأ هيدا ما بعرف بعد ما حدا حددها إذا حرب إذا إرهاب إذا خطأ إذا أهمال إذا قصد مش قصد ما بنعرف هيدا بعد الناس عم بتشت الدنيا بدأت تقعد ببيتها شطوية هون إن إحنا بالشتة هلأ تهدمي تبيوت المش قادر يا عمير يعني إذا أجار قديم المالك بقل له أنا ما فينا عمر لك ما فينا زبط لك طيب كيف يقعد ببيتها هيدا؟ وبدو يدفع أجار أنا اليوم بيّنت يعني بكذا ما قالوا بيّنوا دراسة عملتوا اليوم على الدولة إنها تبدأ تنظم أول شي بمنطقة الانفجار يعني مش هيه يعني طلع القانون 184 حاصرينا بأربع أحياء المرفق والمدور ومار مخايل بزون كتير صغير بينما بينما التكسير والهباط والتدمير والجرحة والإطلاء اللي صابوا طالوا وصلوا على المتن وصلوا على بدارو وصلوا على درش عمود على أنطلياس على سن الفيل يعني اليوم ما فيك تيجي إنت تقولي بس شرعين ثلاثة اليوم الخربين لبيوت العالم إن كان بأرزاها أو بأرواحها أو بمعنوياتها ونفسياتها العالم ما بقى وعية يوم بدي يكون فيه تنظيم بالقلب الحرب اللبنانية كما عم نحتي فيه قانون 7 على 77 إيجي عالج الحرب السنتين أول السنتين أوكي إنه هل مين بيطلع على عاطق كل واحد شو بيطلع عليه أوكي والدولة شو عاطق يعني أوكي وبيه القانون مين تكلفت الدولة تكفلت فيهم لأن اليوم وزعت النسب إنه عافضوا من الأجار لزلت له الأجار حسب الأبنية كيف موزعها هلأ بهذه الكارثة اليوم الدولة بدأت تحمل بسوريتها إن كان مفتعل أو مش مفتعل ما أنت أنت الأم وأنت البي العالم ما هي أنت بديك تحافظة على شعبك أنت بديك تروح ترميم مش تترك العالم من بره يجوا يجزروا ويعمروا هالأبنية طب هلأ شو بيعمل المستأجر إذا عنده أجار قديم بهكي حالة؟ والمستأجر الجديد شو بيعمل بحالة؟ هلأ أنا طرحت ساري قبل ما نروح لأنه نحنا موضوعنا كمان المرأة وحق السكن يعني بس هيدا كتير مهم يعرفوا المشيط ووضع الساعة هولي المرأة ما هي اللي قاعدة قلبها ما هي ربطة المنزل هي اللي رح تتهجر من بيتها مع عيلتها اليوم هذي المرأة شو ما كانت مثل ما كنا عم نحكي ام زوجة اخت اللي هي مع عيلتها اليوم بحاجة إلى أمان إلى أمان في السكن وهيدا الأمان بيكون إلا بالتشريع الصحيح اليوم طرحوا قانون 194 ما هي لها شو هالمواضيع بديك روش يتعلق المهل لأنه في مهل إذا ما اندفعوا خلال شهرين أي انظار بيجي بيسقط حقه من التمديد اذا طرقوا البيت ستة شهر أو سنة بيسقط حقه من التمديد خليكي معي في بعض خبرة وفي تقديم طلبات للليجان هولي مرتبطين بمهل أي مهلة منه بيطيروا من البيت إنه برا أو هن وجوهات البيت اليوم عبيترحوا قانون تعليق المهل استصلوا منه قانون الإجارات ما هي أخطر شي بأنه تعليق المهل هي الأجارات البيت العالم هل مقصودة بيعملوها؟ أنا حسب الانطباعات اللي عبتوا صنة إنه في بعض النواب المالكين والمتمولين واللي عندهم شركات العارية مش من مصلحتهم وهيدي يعني اليوم كلهم قادرين تضغطوا؟ قادرين نضغط؟ هلأ نحن هون عم نضغط تنوير العالم والمسؤول أنه أنت اللي عبتعملوا هيدا النوع من الفساد المباشر مش الفساد بس أنك تقبضي وتعمري ما هيدا أنت بتعملي قانون عقيسي أكيد أكيد حسب المصلحة والاستفادة يعني أنت تصوري يعني نفس الحالي اللي الإنسان يلي عنده كورونا أو يلي بحالة الكورونا والحجر حزر التجول وإلى آخره بينطبق على إكس وإلى آخره بينطبق على إجارك ما هيدا الإنسان اللي بده يرضع بدل الإجار اللي هدا كاتب العادل هو زيته منعينه يظهر من بيته وحجزين له أوله ومستأجير الخايف هلا يطلع شو يطلعوا من بيته إذا المهل ما عدى له شو بيصير؟ على القليل أول شي على القوة لحتى ما تسري اليوم أنت إذا جاك إنذار وإنت قاعد بالبيت وعلى عبتجي إنذارات كانت جاية وقالون للعالم قاعدوا ببيوتهم إذا مرقت شهران وهن قاعدين بالبيت وممنوع يظهروا وما دفعوا الأجار مهم بصيروا عالطريق لأنه هيدا بتقدي إذا ما دفعت الأجار شو بصير فيك؟ بتصير عالطريق بتتشرد العائلة يعني ونفس الشي إذا تركت البيت سنة أو ستة شهر بدون ما يكون عندك محل مكان معروف في ناس سافرين وعليت بره ترك بيوتها هوني بدأ ترجع في ناس دارية تمكن ومش أعرف من ورها الانفجار وين تروح يعني بفيك تحصير بهالاستخفاف بأربع أحياء أو يقولوا نحنا من مدد الأجار سنة ما هو ممدد دجاه تسعة سنين وتناشر سنة حطينا كل هالملاحظات لحتى ينتبهوا يعني اليوم انت كمشارع بدك تتعاوني معي كمحامين كأصحاب اختصاص لحتى يعني ينوروكم على كيفية سياغة هالقوانين لتحمي العالم ما فيك تجي انت تجد بشو مكان بالقانون وانت تفكر انه انت عامل المصبوط هيدا الشي تقدمنا نحنا بتعدين لأنون الإجارات قبل الانفجار وينه هلا؟ بالليجين يعني؟ يعني أنا من هوا من المنبر بدي ناشد الأستاذ جورج عدوين يعني وعدنا باتصار مباشر معه انه يخلص هالتهدينات خلال شهر صغلص أكتر من سنة رح يصيرها ووقتها اجتمعنا الأخير مع الرئيس مجلس قدال أهلا استاذ الرئيس سوهيل عبود دايماً بيسألني انه وين صاروا التعديلات وعد ومن بعده حولها عند الاستاذ جورج عقاس بالليجنة خاصة انه ينهو هيدا الموضوع خلال شهر نتمنى نتمنى عينية خاصة هلا خاصة بيذل الظروف الصعدي يوم طلبوا منا انه ملخص عن هيدا الموضوع خلال 24 ساعة هيدا موضوع ما لازم ياخد أسبوع أو أسبوعين على أبعد تحديد صار له سنة هلا من احنا ما منشيحة لأذن الانفجار صندوق ما فيهم يعملوا صندوق بيكلف مليارات الدولارات والدولة مقفلسة وحاطين لهم صدوق باللعالم وما فيهم مستأجر يفل من هالبيت وياخد تعويضه وقطعت كلها سنين وعينوا الليجين كمان وما بلغوا العالم والليجين عم تقبض وعب بيسقط حقه للعالم يعني أنا اليوم إنت مثلا بدك تاخد تعويضك وتفلي إذا عادت بالبيت بطل فيك تحق إليك تاخد تعويضك مرقة سنين يا بتقدي فيهم يا بتضهري عادت فيهم إنت بدك ترجع تعمل رجلاج لهيدا الموضوع أكيد وحتى لازم عادة نظر عادة النظر للنسبة يعني أنا إذا كانوا بيطلعوا لنا نقول مئة ألف مئة مليون ليرة قعد فيهم وأصلا ما مع الدولة تدفعهم يعني أنت اليوم أنت في شرط إذا بده المستأجر يظهر من بيته بده ياخد التعويض مباشرة مش تسطيله إليهم مش هالسيركل بسير يعني يعني اليوم أنت أول شي بالشكل في مهل بده تتعدل ويرجع نعمل انطلاق جديد للقانون ودرجع تبلغ العالم وتعدل القانون وتبلغيه للعالم لأنه فيه موضوع ما بتمشي هيك موضوع القانون دقيق جدا 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 خاصة بمهل فيها مثل مهل إسقاط وحقوق العالم بتروح بدنا نرجع شوي لكمان التعديل بالقانون لـ 2017 شو صار لجهة المستفيدين من الأجارات القديمة يعني مي بيحقله المرأة فيها تقعد البنت فيها تقعد مين الأشخاص؟ هلأ أصلا هيدا ما كان موجود اللي بيستفيد من الصندوق بيستفيد من الصندوق بدي يكون لبناني غير اللبناني ما بيستفيد من الصندوق يعني إذا كانت مرأة لبنانية مزوجة أجنبة والأجنبة بإسم الأجار ما بيستفيدوا ولا من الصندوق وبدون يطلعوا برات البيت يعني هن إذا ما قدروا دفعوا الأجار الجديد اللي هو 4% من قيمة المأشور تصعودياً بس هون نسبتهم قليل كتير يكون أجار أجنب يعني من أجنبه لأ في كتير عالم لبنانيات تزوجين أجانب يعني يمكن يكون أي جلسية مطلقة أول مرأة المطلقة إذا تركت بيتها ما بقى فيها ترجع بيتها لابنا هون بدنا هيدا بيب الوسي كيف بدي أحمي يعني حق المرأة بالسكن اللائق في حال الطلاق في حال هلالانفجار في حال الضائقة المالية المرأة هوني أنا طلبت تعديلة بس ما بيكون فيه إصغاء يعني هوني جمعيات حقوق المرأة لازم تتدخل أنه اليوم في كتير نسبة الطلاق وقتها عبتتجوز يعني النص واضح رجل أو أمرأة تزوج وترك البيت بابي حقولي يرجع يجي على البيت بس اليوم الشاب ما بتفرق معه لأنه نحنا شوي مجتمعنا ذكوري ولكن المرأة وقتها بدأت تطلق حكما بالنسبة كبيرة كمجتمعنا رجع بيرجعوا على بيت أهلهم هون إذا صارنوا شيء أهلهم توفوا بالمستقبل ما إلا حق بقى تقعود بالبيت نحنا هايدي يعني في ناحية إنسانية وأخلاقية يعني يوم ما فينا نحنا نشغل المرأة اللبنانية من بيتها من بيت أهلهم إذا توفوا وهي كانت راجعة على بيت أهلهم هون بدوا ينعمل يعني علاج موضعي قانوني لهيد الموضوع أنا بدي أطرح عليك نقطة لأنه لفتتني بالعالم الغريبي إنه حتى لو اتنين مزوجين وعايشين بنفس البيت هلأ اتنينتهم عم بيشتغلوا اتنينتهم عم بيساهموا فرضا الزواج ما تم لو البيت بإسم الرجل المرأة بتاخد نص بقيمة البيت يعني بين بيع البيت نحنا شو نحنا بزيتوا على الطريق هل عندكن رؤية حتى أو هيك محاولة صياغة اكتراح من هالنور إنه لنطمن حق المرأة يعني أنا بيتمنى على المجلس النيابي إنه يتطلع بجدية على هالموضوع الإجارية ومقع بي لا حالية طلق عبيتعاطى فيه بكل استغرفية إن كان لناحية الاكتراحات اللي تفضلت فيها وعمل نقشه معي يعني على الهواء ما فيش شي سري عني هوني عارفينه هيدا الموضوع وعارفينه هيدا يعني مشكلة عبتسببها للعالم إن شاء الله نلاقي حل يكون بعدين اليوم الدولة لازم تأمن تجمعات سكنية أكي تنشؤ بالمدن الكبيرة ببيروت المحافظات الأساسية في الأشلان بفرنسا يعني هالبيوت أبري ردوي يكون أجاراتها قليلة أو يكون الإجارة التملكة هيدا يعني أول شي فيه شققان أجارة التملكة بدي يكون على الأجار اللي أنت قاعد فيه يكون إليك حق تشتريه على دومن خطة معينة يمكن تقليلي إنه وقتا يستنفذ عامل الاستثمار بالبداية ما تكون مثلاً شقة طابق أو طبقان يعني بتكون عم تشتريها كلها للشقة يكون فيه بيه ضمن نظم معينة حق المستأجر إنه يكون هالإجارة التملكة لقلو بالأجار اللي قاعد فيه القديم أو يكون فيه ينعمل لأنه ما فيك تجي هلأ أنت تعمري أبنية الدولة ما عندها القدرة لا تعمر ولا تشتري ولا تبيع بقى نحنا عم نقول إنه الشقة اللي قاعدة فيها هالعايدة تكون عند الإمكانية إنه تشتريع إن شاء الله لأنه أصلاً فيه كمان سبب اجتماعي إنه إنت وقت بتسكن بالبيت عشر سنين وعشرين وثلاثين سنة بتتعاوض عجيرانك تعاوض عالحي صار عندك أبرتناصر عندك هيك نوع من الانتمة لها المنطقة صعب بواحد تشيله وتجزور هيك بيكون فيه تغيير ديموكرافي حتى لو فيه عائلات روحية مسيحية عايشة بيئة الغربي من العاصمة وعائلات روحية غير مسيحية عايشة بالأشرفية وبكيفة المناطي اليوم أنت عبتنزع هالعايش المشترك من مئات السنين اليوم عطت فل من بيروت من منطقة معينة أو من حين المنطقة بدي يروح على نفس اللون الروحي العقل الروحي اللي بيتمينا إذا كان مسيحة ريح يطلع على جونة أو على مناطق وقالوا نفس الشي عادة عاكل الطوايف وما بدنا نسمي لأن احنا بنعتبر أنه نحنا عائلة روحية يعني بتعيش بتنيرهم من مئات السنين ما لازم نرجع عن فكرة لهال اللي ما قدرت الحارب تعمله استردقى تيب خلص وقتنا نحنا صاري لو بدأتشك على عندك شي بس بك تقوله كبير سريعاً صدوق ما فيهم ينشقوا الدولة وحاصرتها بثلاث أضعاف بتغطي عنا كل شيء وخمسة أضعاف بتغطي نسبة معينة يعني هول كمان بدون يدفعوا وراح يؤدي هالشي إلى تقعصهم عن الدفع وغبطينا بمعدل الدخل العائلي يعني قداش كلنون عبيطلعوا يعني في استحالة بهذا الموضوع في تعجيز بقلب الموضوع مصبوط والدخل متغير في واحد يترك شغله يمكن كمان بس إنه اللي قدرتكي نصد أك نص الشعب ترك شغله بمفعول رجع أي عائلة عذا بتستفيد جزئيا أو ما بتستفيد رح تقدر تدفع من الـ 14 لليوم 6 سنين أو من الـ 17 حتى كلمة أخيرة إلك للمرأة بهالمناسبة أنا بناشي الرئيس جورج عدوين رئيس اللجنة الإدارة والعدل والإستاذ جورج عقاس والدولة الرئيسة ربيه برد إنه في تعديلات موجودة قدامكم نهائية استمعت لك استمعت هذي اللي جان للقضاء للمحامين للمعنيين المالكين والمستقشرين الموضوع صار واضح التعديلات واضحة الدولة مش قادرة تتلبي هل المتطلبات بقانون إجارات الصندوق وغيره حطينا حل بديل إنه يكون فيه زيادة منطقية على كل العالم تقدر تدفعها وبموازنتها بنعمل خطة إسكانية مع إمكانية تملك المنزلة اللي قاعدين فيه لحتى يكون فيه نقطع هالمرحلة ومنشوف بعد هنا هيك بيكون المالك عم بيقبض مبلغ جدة والمستقشر يكون بقدرته إذا ندفع بهذه الظروف والقدرة على الدفع نحن منشكرك وإن شاء الله منتمنى مطالبك تتحقق أهلا وسهلا فيك أهلا مشاهدينا منختم مع قول اللي علي بن أبي طالب اللي قال حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل إنهم على حق المطلوب إنه ما تسكتوا عن حقوقكن وحق السكن اللائق مش هبة أو مكرمة تصبحوا إلى خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة